مساء الرضا كيف حالكم يا رب كلكم طيبين ولاني عدنية اكيد بتكلمكم على البخور والعطور حق عدن وبعلمكم كيف تبخروا الملابس واش تستخدموا من عطور اول حاجة كل عدنية معها البابوهندا اللي هي ايش ليف دور يسمونه هذا اللي هي الان شوفونه وكمان عندي شوفوه عطر يعني عطر مركز اي عطر تحبوه وماء الكادي وكمان عندي عطر فل لازم فل فلي فل عطر فل المهم يكون معاكم وبخاخ يعني يستخدموا بخاخ زجاجي عشان تخلطوا هذي كل المقادير مع بعض طبعا مقادير قدها لانه احنا بالطوخ لكن ما يمنعش ان احنا نحب الريحة ونحب الخمراء ونحب يعني العطور تعرفوا عدن متميزة ومشهورة بالعطور والبخور خلص شوفوه نفس هذا بيكون معاكم الخليط هنا الان باقي بخلط بخلط شوية من اللف يسمونه الريفيدور اسموه نحنا نسميوه بابوهندا تمام هذا كل عروسة لازم يكون معاها هذا يدخل قبل البيت عن اي عدنية البابوهندا دا يدخل قبله في البيت كيف تخلطوا كل شي من نص 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 كل شي نفس المقادير الان عملت البابوهندا اللي هي الريفيدور والان عملت كمان من ماء الكادي لازم الماء الكادي تخففوا فيه ماء الكادي تلاقوا في السبا ماركت وعملت عطر الفل وكمان عملت العطر المركز اي شي مجموع عندكم اي ريحة تحبوني مركزة كل حاجة نفس المقدار بكل شي هذا البخاخ تستخدمونه في المفارش في الملابس قبل تبخرنه قبل ما تبخروا التياب هذا اللي بتخلوه نحنا الان برويكم كيف ابخر التياب اني بابدالكم يعني مش ببلابسي الخاصة او الشخصية ملابسي اكيد ما برويهاش هنا لكن اني قبتلكم قمصان الصلاة اللي اني حق الضيوف اللي اني عطره وابخره بصراحة ابخر سجاجي للصلاة وقمصان الصلاة دايما ابخرها وابخرها واخبيها كده بتشوفوا كيف فكرة حلوة انا عملت لكم فكرة رهيبة طبعا عدد مشهورة بالعطور ومشهورين بالريحة الحلوة وتقريبا اي احد يجي عدن لازم ياخد مني عطور وياخد بخور وياخد المشقب نحنا في حاجة اسمي مشقب او زي الاستان طبعا هذي المجامر كله عندي هذي المجامر او المبخرة تجي مخضبة بالخضاب مرسومة بالخضاب تخيلوا البخور مع ريحة الخضاب يعني جدا روعة العروسة لازم يكون عندك مبخرة مخضبة تروحي تشتري مبخرة اللي هي سمونا مباخر صومالي وتروحي عن واحدة تخضب الكاتب الخضاب او انت قبي خضاب ورسومي عليها اذا انت فنانة رسامة طبعا هذا المشقب هو مصنوع من الخوص انتم تقدروا تقبوا اي معاكم اي استاند ممكن معلوق ملابس او شماعة ملابس بس هذا المشقب لانه مصنوع من الخوص هو افضل نوع من المخمل والحديد لانه يمسك البخور فيه حتى لو مش مبخرين تحطوا طيابكم عليه لانه ماسك البخور الملابس اللي تنحط على المشقب تقع ريحته بخور لانه تبخر فيه ماسك يكون ماسك بالعزف او ايش يسموه عزفة حق النخل هذا اظن يشتغلوا فيه فاني قابولي اياتهم من لحق يعني قدوا اشهر ناس يعملوا المشاقب اصحاب لحق وهو اساسا الخمرة والعطر والريحة كلها بلحق اساسا الاخضرين والمعشوقة والدريرة يعني عندنا اسامي بس ايش الريحة ايش الريحة تخليكم الان اول حاجة بعطر المشقب هذا اسمه مشقب هذا لازم اعطره من هذا البخاخ اخليهو ندي رطب عشان ايش تمسك في بول ريحة الان بابداء بقوم صنصلة من اللون الغامق ابدأوا الملابس تبخرونه انتم بالملابس بخرونه من الالوان الغامقة لمن الفاتحة كمان بابخ من هذا الخلطة اللي عملناها اللي هي الريفريدور و العطر الفل هذه الخلطة و العطر المجموع المركز كامل ابخي كده نديها يعني اخليها رطبا شوية انا شوفوا باقولكم حاجة اني اختصر ذا كامل وهو بالمنشر التياب اولع الفحم و اولع اللي بخور و بخر ملابسي الصراحة هو بالمنشر وهو عادو اخدوه خلاص بيعني بينشف اولع له فحمة و ارش عليه العطر كده ارش عليه ذا العطر و اولع الفحم و احط البخور و خلاص ابخر بعدين اني يشوفوه اكتر دولابي كله مربط البقش تعرفوا ليش مربط البقش يعني مش عارفة اش اقولكم اش معناته بقشة يا جماعة اش يعني بقشة باللهقات الثانية بقشة اش يقولوله يعني تيابي احطه كامل ابخره بعدين احطه كده بمفرش بعدين اربطه كامل لاني ماحبش انه البخور يروح كده ماحبوهش يخف عشان كده اني كده تيابي كله مبقشة داخل الدولاب تلاقوه البجاي مبقشة الدروع مبقشة كله اخد بس البقشة اخده و اذا شوفوني دقة قديمة حق ايام زمان عدن صحب عدن كده بمبقشين داخل الدولاب واني كده معطفين تمام مصفطين تمام لكن بقش بقش لاني احب الريحة يكون كله مبخر و احب خلاص ماسكة تكون فهذه البقشة كده عدو نحط داخل البقشة نحط قليل فل نرمي نحط كادي نحط مشموم قليل كده مشموم معاه و نبقش صح او لا غلب اصحاب عدن كده يسووا عشان كده عدن مشهورة بالخمراء والريحة الحلوة طبعا هذا تعلمته من جدتي الله يرحمه و امي الله يرحمه كنا لما نفتح دوالي بهم اضخل راسي كده و احط راسي من الريحة الحلوة يعني كانوا هم كده و تعلمت منهم و اني استود زي يوم ما روش للمنظمات و كده اني رحت للبقش و شوفوا كيف عطرت الان عطرت و الان اخر شي بعد اخر حاجة حطت الفاتح اللون بحط الان السقاقيد يعني شوفوا السقاد بعطروا و بحطوه كمان عندكم لحاف الحفاء او شراشف حطوه كمان المنشفة حق الاستحمام حطوها كمان بعدما تغسلوها حطوها اي حاجة حطوها وبين الشبك الشبك حق الشبك المشقب نحن نحط في بو الاشياء الداخلية الاشياء الصغيرة يعني زي الشرابات يعني الاشياء الصغيرة تيشارتات كده نحطها بين الارفف حق المشقب و بس والله شوفوا ما شاء الله كيف البخور كيف يعبوك يا سلام وتعرفوا ان البخور حلو البخور الحلو ليس اللي يطلع دخاخين كتير يعبوك كده يغطي لك كل شي يغطي كده دخاخين هذا يعني كله سكر لا البخور الحلو اللي يكون لما تحط النوع على القمر يطلع كده على خفيف خفيف يعني كده تحسوه كده ينحرك بس على خفيف دخان خفيف هذا هو الاصلي لكن اللي كده طلع دخاخين هذا كله سكر شوفوا هنا بعدما خلصت التبخير وخليته كده خلص حتى لما يطفي النار يعني يطفي البخور اخليه اخر حاجة وقدني خلص يعني بعطفهم خلص بصفت القمصان الصلاة وبخبيهم وكده او اذا ملابس ببقي شي خلاص بحط بيدي عطر دهن اي عطر تحبونه اي نوع عطر تحبو ذهن وابدأ امسح على يعني على قمصان الصلاة على اي حاجة يعني انه اني ابخر على ملابس امسح اخر حاجة امسحونا بعطر ممكن العطر المركز نفس اللي معاكم اي عطر تحبوه اني استخدمت هذا مجموع مجموع عطور كده في بعود في بزع فران ريحته حلوة هذا اني اخذه من عدن يعني خلاص امسح كله قمصان الصلاة مع السجاد مع الملابس مع كامل كده اخر شي خلاص اني خلاص الان بخرت خلصت يعني بخرتوهم طبعا اخليهم يعبكو بعدا اغطوهم بشرشاف يعني طراحة او اي حاجة معاكم غطاء غطوهم شفو كيف ما شاء الله طبعا اني بقولوكم حاجة هذا مشروع مربح لو احد بيعمله يعني شي رهيب بقولوكم لو انتم معاكم مثلا عرايس معرفوش بخرو ملابسهم يقبو لكم الشنط حقهم وتبخرو لهم يا وتسلموهم الشنط مبخرة جاهزة مصفتة كامل مع العطور مع كل شي وهنا فكرة حلوة اني عملت لكم شوفوا كيف احط قمصان الصلاة حقي اي حاج اقع عندي يصلي و كده خلاص يقولوا لي انما يعني ياخدوا السجادة حقي و هذا يقولوا لي نحنا ما نشيش نخلع القميص الصلاة ما نشيش نبعده والله من كتر يعني بصراحة كده يفتح النفس هذه طريقتي في التبخير اذا عندكم اي استفسار او سؤال اكتبوا لي هادي كان الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة تفعل قرس الاشعارات و لايك و كومنت سحلو منكم